قنوات المحروصة تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل كل عام وأنتم بخير فاتت سنة ومع سنة جديدة بيتولد بكرة اللي معها أماني وأحلام يقدر يحققها علماءنا المصريون وتستمر رحلتنا معا ننعم بنور العلم وبهجة المعرفة حتى يتحقق الأمل الحلم في غد أفضل يستحقه كل إنسان يعيش على أرضنا الطيب علماء من بلدي عام جديد على شاشة القاهرة عزيزي المشاهدين مساء الخير أهلا بيكم معينا وحلقة جديدة من برنامجكم وعلماء من بلدي حلقتنا النهاردة عزيزي المشاهدين هنلتقي فيها مع واحد من علماءنا المتميزين في مجال الإنتاج الزراعي بدأ أرحلته العلمية بحصوله على باكريليوس العلوم الزراعية تخصص باستين جمعة الزادي عام تسعة وسبعين حصل بعدها على الدكتوراه معنا النهاردة ضفنا أهلا بمشاهدين أستاذ دكتور أبو الفتوح محمد عبدالله يوسف الأستاذ الباحث رئيس قسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية السابق بالمركز القومي للبحوث معيكم أعزائي المشاهدين هنلتقي مع أستاذ دكتور أبو الفتوح محمد عبدالله يوسف ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أستاذ دكتور أبو الفتوح محمد عبدالله يوسف شارك فيه العديد من المشروعات البحثية بالداخل والخارج تضمنت جماعها الزراعة الكثيفة وإنتاج الخضر المبكرة والزراعة المحمية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو والزراعة في الأراضي القاحلة وإنتاج الطماطم والقرعيات وتحسين إنتاج وتخزين التوم أيضا ترقص الفريق البحثي لمشروع تدريب شباب الخرجين على الزراعة المحمية والمشروع القائم بين جمهورة مصر العربية والحكومة الفرنسية ورئيس الفريق البحثي لمشروع توظيف واستغلال المصادر الوراثية من الطماطم في إنتاج هجن عالية الجودة وهو المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة وحدة تحسين وتدوير جودة تقاوي الخضر المصرية بالمركز القومي للبحث ضفنا النهاردة عزيزي المشاهدين أستاذ دكتور أبو الفتوح عبدالله الأستاذ الباحث رئيس قسم تكنولوجيا الحاصلات البستانية بالمركز القومي البحوث وهو أيضا رئيس الجمعية المصرية العلمية للمورينجا معيكم عزيزي المشاهدين هنتحور حيلا مع أستاذ دكتور أبو الفتوح محمد عبدالله يوسف أهلا بحدك معينا دكتور تاريخ علمي حابين نتعرف عليه في البداية حصولك على الماجستير 79 ثم الدكتورة 93 ولكن خلينا نرجع لقبل تاريخ الماجستير والدكتورة ودخولك كلية الزراعة اختيارك للكلية شخصيات الأسر تفك بسم الله الرحمن الرحيم بشكركم للاهتمام ومشكر البرنامج وقصة البرنامج بداية بدأت رحلتي مع الزراعة مش من بداية كلية الزراعة لا من مولدي لأن أنا من موليد قرية التلين مركز منيا الأمح الشرعية والدي كان مزارع فاحنا كنا معاه من البداية وكان هو يتمنى أن يبقى في حد من أبناء ويبقى تخصصه الزراع فالحمد الله كان من نصيبنا أن أنا دخلت كلية الزراعة جمعت الزأزيق وكان شرف لي أن كان مشرفي في الماجستير هو اللي دفعني أن أنا أدخل كلية الزراعة لأن هو قد أعرفه من نفس نوي أو من قبل الكلية يعني وهو بقى أستاذي ومعلمي الله يرحمه الأستاذ الدكتور محمد عميد البهيدي اللي هو كان في دخول كلية الزراعة كان رئيس قسم البساتين وبعدها عميد الكلية وبعدها نائب رئيس الجمعة وكان مشرفي في الماجستير واخدت منه كتير تعلمت من الدكتور الله رحمه الدكتور محمد عميد البهيدي شخصيات جميلة موجودة في كلية الزراعة جمعة الزأزيق قسم البساتين الدكتور الله رحمه الدكتور علي حسن ودين وعلم وأبوة يعني ما كانواش بيتعاملوا معنا كطلبة أو كده أنهم بيلقونونا علم أو ليهم فضل علينا في العلم لا كانوا بيحسسوا لنحنا أبنائهم حداك ذكرت أنه يعني مناقشة الماجستير كانت المشرف عليها دكتور محمد البهيدي خليها بقى نتكلم على رسالة الماجستير كانت سنة 79 موضوحها كان عن إيه تمام هو كان الموضوع أساسا كان بدأ الأصناف الخضر المصرية اللي هي الأصيلة تندسر تضيع فهم اهتمينا بالنحة اللي هي زي إيه زي الفراولة البلدي اللي هي كانت لها ريحة نقدر نشمها من على بعد وطعم كويس كان فيها عيب واحد إن هي كانت صفت فكانت بتخسر بسرعة أيوة طريقة بتخسر بسرعة ملاش عمر بس كان طبعا المزاك بتاعها مزاك مصري محبوب كان فيه الشمام نسمع اللاوي برضو دوت ليه طعم وليه ريحة مميزة ليه وهو مصري مميزة لأنه مصري يعني وبيناسب الزوك المصري كان بيندسر برضو وفيه حاجات كتير اندسرت مننا ولحقناها وفيه حاجات ملحقناهاش فكان من ضمن الموضوعات اللي بنحاول إن احنا نكون جاهدين فيها اللي هو الحفاظ على الأصناف المصرية ذات الطبعة المصرية زي الشمام الإسماعلاوي اللي أنا اشتغلت عليه بأن احنا نعمله معاملات تحسن هو كان تجه للكنتالوب وتترك الشمام الإسماعلاوي طبعا يعني أنا برضو عايزة أفهم ليه لأنها يعني نقدر نقول حاجة مميزة كده وكمان نقول إنها بتندسر أو اندسرت ما هو فيه أكيد أسباب للموضوع الأسباب إنه فيه يعني أي مجتمع أو أي دولة بيبقى فيها حاجتين الحاجة الأولى إنه فيه بيزنسمان أو فيه ناس بتنتج وعايزة تكسب وفيه ناس بتحافظ على مخصصاتنا زي ما كون الدولة عاملة جين بنك مثلا بنك جينات بتحافظ فيها على الأصول الوراثية بتاعتها اللي هي تقدر تستخدمها وتستغلها بعد كده فالاتنين دول بيكملوا بعض إنما لو أهملنا في بنك الجينات فإحنا الحاجات بتاعتنا ضيع ونبدأ المستوردين ومن الخارج هو اللي يطفو وهو اللي يستمر زي كل حاجة احنا دلوقتي بنكلها الطماطم اللي احنا بنكلها دلوقتي طماطم شبه بلاستيك يعني القشرة الخارجية بتاعتها سبيه جدا وبناء عليه الطماطماية اللي أنا كنت بكلها وأنا صغير اللي مع السلة الجميلة العلوة دي مادتش موجودة حتى طرية ولمها أحمر مرملة حتى من الداخل وكده مادتش موجودة وده بينطبق على الحاجات كتير الخيار كده الخيار للرومي كده الخيار تالي ريحة يعني هنا كنا من شم ريحة الخيار يعني في ناس كتير ناسيا للخيار كان وحدات يعني بتقول انه رسالة المجسير ده كانت سنة 79 يعني المشكلة دي كان من بدري قوي كده آه بدأنا في فقد الأصناف بتاعتنا من بدري لأن بدأ شركات إنتاج الأصناف الأجنبية بدأوا يتغلغلوا داخل مصر ويدون البزر بتاعتهم المزارع أو اللي هو التاجر يعني اللي بياخد مساحة كبيرة من الأرض ويزرعها علشان يبيع المحصول ما يهموش بقى الزوء المصري فين طبعا حضرتك قلت أنه في حاجات لحقتوها وحاجات لا لحقتو إيه ومالحقتوش إيه لحقنا إيه ومالحقناش إيه يعني مثلا الشمام إسماعلاوي أنا اشتغلت عليه المجسير وسفرت أمريكا ورجعت من أمريكا كان ما لقيتش الشمام إسماعلاوي ده سفرت لدراسة الدكتوراه الفراولة في عندنا بعد سلالات الطماطم الحمد لله فضل ربنا قدرت أحافظ عليها بعد مرجعت من أمريكا وجمعت مجموعة كبيرة جدا من سلالات الطماطم جمعت مجموعة من سلالات الخيار المصرية جمعت مجموعة من سلالات الفلفل البلدي بتاعنا اللي هو الصمرة الصغيرة اللي كان الجلدة بتاعتها مش سميكة قوي اللي هي تناسب الزوء المصري حتى في السلطة في الحش وفي كده تتاكل صفط بنعمة كده طرية مغير السماكة بتاعت الجلد بتاعت صمرة الفلفل الحالي ففي حاجات الحمد لله قدرنا نحافظ عليها وفي حاجات ما ملحقناش يعني وعايزين ومش هنقدر نكمل المحافظة عليها لأن أنا ببزل مجود كبير قوي عشان حافظ على البذور دي أو الأصناف دي لأن أنا بقع عيد زراعتها كل سنتين ثلاثة عشان نحافظ على البذور بتاعت طيب أنا ده اللي هو مين يعني حضرتك بتحافظ عليها فريق ايه وازاي تقدر وازاي نلاقي حد يساعد حضرتك تمام احنا عندنا في المركز القامل بحوز مطل حضرتك ان في عمليين وحدة اسمها وحدة انتاج تقاوي الخضر دي الوحدة اللي بتساعدنا ان احنا من خلالها كفريق بحسي انا وتلامزتي يعني ان احنا نكتر البذور دي كل ثلاث سنين او اربع سن نجددها يعني مش نكترها بحيس انها ما تندسرش مننا في عندنا الحمد لله بدأ في الدولة في حاجة اسمها الجينبانك بتاع الزراعة اللي هو في الدقي على مستوى الجمهورية فالادارة اللي هي بتاعت التقاوي المفروض ان يكون عندها خطة قصيرة الامد وطويلة الامد بالنسبة للمحافظة على السلالات المصرية والسلالات اللي بتناسب الزوغ المصر فلابد من تفعيل دي بجد يعني هي موجود البنك الجينات وموجود في الفند بتاعه والميزانيات بتاعته وموجود في السلالات بتاعته بس هو لازم يكون في خطة قصيرة وطويلة للمحافظة على المصر هو الموضوع خاص بالزوء المصري ولا في مزايا كمان لانتاج السلالات دي وهل نقدر ان احنا نتكلم على تصدير كمان السلالات دي يعني ممكن تبقى حاجة مربحة كمان بالنسبة تمام هو انا لو عندي فراولة البلدي بتاعتي من دسلتش من عندي هلاقي نسبة السكر اللي فيها اعلى من اي صنف موجود حاليا انا اقدر استغل الصفة السكر الزيادة دي في ان انا نقلها للاصناف الحالية كمان عندي صنف اللي هو بيحافظ على الشلف لايف او مدة العرض بتاعته اطول ونسبة السكر اعلى فان انا اقدر استغل اصناف انا مش مجرد للزوء المصري لا ممكن استغل لها فان انا اخذ منها صفات الها لبعض المحاصيل او الاصناف اللي فيها مصفات عالية كتير نتكلم بقى على دراسة الدكتورات دكت سافرت امريكا عدت ايه يعني كان موضوع هناك عن ايه هل الاختيار خاص برضو بمنتجات وحاصلات اللي دعو بالولايات المتحدة الامريكية ولا حاجة من مصر واشتغلت عليه لا والشغل كانت منحة من منظمة الاغذية والزراعة وكانت في جامعة ديفيز كاليفورنيا وكان فيه اشراف مشترك بين انا كنت مسجل في كلية الزراعة جامعة انشامس مع استاذي برضو الدكتور عدد البلتاجي والدكتور ايمان ابو حديد كانوا مشرفين بتوعي وسافرت مع استاذي برضو اسمه الدكتور ريك جونس من ديفيز كاليفورنيا وده كان بيعتبر البلانت بريدر او المربي نبات نمر اثنين في الطماطم بالنسبة لجامعة ديفيز وجامعة ديفيز نمر واحد في الزراعة في العالم فهو كان نمر اثنين في تربية الطماطم فاحنا فكرنا ان احنا نزود خبرتنا هنا في مصر بان يبقى في واحد مننا موجود مع ريك جونس يتعلم ازاي برامج تربية الاصناف والهجن بتاعت الطماطم بس ما كادش الطماطم متاحة او المنحة نفسها مدتها ما كانش هتكفي ان انا اتعلم البرنامج الكامل هناك فاشتغلنا على انتاج بزر الخيار ومع ريك جونس وهو يعني جبناه هنا مصر عملنا له تعاقد وقعد معايا يستمر معايا مدة لحد ما سجلنا اربع هجن من الطماطم طيب يعني برضو لسه هتقول اربع هجن من الطماطم على رغم من كده حداك اللي نبهتنا يعني احنا بنكل وسكتين ومش دريانين لكن حداك دلوقتي نبهتنا انه الطماطم عاملة زي البلاستيك طيب يعني منين انتو اشتغلتوا على الموضوع ده ويبقى فيه اربع سلالات ومنين ان احنا واصل بنا الحال لشكل الطماطم الحال تمام احنا عندنا قدرت التقاوي احنا انتجنا الهجن وخير طلع بها قرار وكانت بامانة ربنا احنا كنا عاملين 609 هجين تم اختبارهم كلهم 609 واخترنا افضل اربع هجن في 609 هجين بحيث هما دول اللي احنا سجلناهم مش احنا عملنا اربع هجن بس لا احنا اشتغلنا لان كان مجهود كبير بتاع مجموعة من الباحثين كطار مش انا الوحدي كان معنا يعني مجموعة ما شاء الله يعني حوالي عشرة من الباحثين الدكتور سيد محمود الدكتور محمد صالح الدكتور مجدي من ارحمه الدكتور سامي الدكتور ايمان ابو حديد مجموعة كبيرة كنا شغالين كفريق بحسي لانتاج الهجن دي بعد ما انتاجنا الهجن 609 انتخبنا منهم الاربع هجن اللي هم طلع بهم التسجيل بعد ما سجلناهم عملنا بقى نحاول نعمل عملية نشر للهجن دي في مصر وعملنا شتلات كتير او حوالي 60 الف شتلة او حاجة وبدأنا نوزعهم في مصر لقينا المزارع ما بياخد الشتلة ببلاش ما بيزرعيش بيتمش بيها يعني وما بيزرعيش أسف جدا فبدأنا خلاص كتنا ما بقاش فيدنا حل خالص لان مقدار تتقاوى عندنا لما بيجي لها هجين مستورد من الخارج بيتم تسكيله لما بيطلع هجين من فرض مصري لازم يتزرع سنتين ويتجرب ثلاث سنين وقدم في ملزمة ومساعدات من الدولة لتسجيل الهجن المصرية مش لاستيراد الأصناف الخارجية يعني في نقطة مهمة جدا وحضرتك كلمت يعني في الأول من البداية يعني على المركز القومي البخوس وخلونا يعني نتكلم بقى على المركز القومي البخوس صرح عظيم منارة علمية احتفل بمرور ستين عام على إنشاء نشوف فقرة من الاحتفال وبعدين نتكلم بقى على المكان المركز القومي البخوس اللي قدمه للدكتور وكمان دكتور قدم إلى مركز القومي البخوس من من منذ أن أشرقت شمس الدنيا والعلم وتطبيقاته يتطمران بتطور احتياجات المشادي الحضارة المصرية منذ طبيعة فكرها قدست العلم وأدركت أهميتها وظل تطور يراحق بعضه حتى عصرنا الحديث الذي عرفت مصر فيه المراكز البحثية المتخصصة في تحويل العلوم إلى منتج يخطيه الإنسان قيمة اهتمام الدولة وتشجيعها للبحث العلمي إحساس الدولة ويقينها أنه هو الرائدة الدعامة الحقيقية لأي تنمية اقتصادية اهتمام الدولة بأن البحث العلمي يجد سبيله للتطبيق من خلال براءات اختراعات من خلال صناعة ثم تسويق للمنتج يخلق فرص عمل ويدر عائد ويوفر علينا استراد منتج بديل عديد من المبادرات اللي نشأت وخرجت من الجزارة والنهاردة بنتكلم على تطبيقها كمان بنتكلم على منظومة جميلة وهي التعاون بين المجتمع المدني وجماعيات المجتمع المدني ومؤسساته مع المؤسسات العلمية والبحثية من جانب ومع قضاع الصناعة من جانب آخر هو زي تحالف بيضم المؤسسات البحثية ودول جانبين الجامعات والمعاهد والمؤسسات المجتمعية والصناعة الأربعة بيشتغلوا سوا سبق أن احنا عملنا مبادرات تحالفات مولناها بغرض الوصول إلى منتجات يتم تسويقها النهاردة كثير من البرامج اللي بنتكلم عنها فيه دعم وتعاون مع مجتمع الصناعة والمجتمع المدني فده بيؤكد الرؤية الجديدة لمنظومة وإدارة البحث العلمي في مصر وإيد على إيد نبني مصر من جديد البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصريين الفجوة العلمية والتكنولوجية في منظومة البحث العلمي ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية ملفات ساخنة موضوعات مثيرة نناقشها معكم وعلماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن قبل الفاصل كنت بتكلم على المركز القامل البحوث ولازم أسأل دكتور أبو فتوح عن هذا المركز العظيم أثروا عليك إيه؟ أقدم لك إيه؟ وقدمت له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم المركز القامل البحوث يعني الإنشاء النهائي بتاعه كان 1956 وده من حصن الطالع أن أنا موليد 1956 نفس التاريخ يعني إحنا طلعنا معاش سواء أنا والمركز بس أنا طلعت معاش إنما هو أسس خبرات 60 سنة ومازال وإن شاء الله هو هيبقى قائد مسيرة التنمية في مصر إن شاء الله بعلماءه وبتخصصاته المركز القامل البحوث قدم لي كتير عمل لي صقل علمي يعني أنا خرجت من الكلية الزراعة يعني مجرد اتعلمت شوية معلومات أو علوم أو درست إنما عملية الصقل والاتجاه البحسي والممر الضيق اللي إحنا بدأنا فيه قبل المجسير ومرورا بالمجسير مع أسات زعظام زي الله يرحمه الدكتور كمال هباشا كان مشرفي الدكتور عواطب بحيري الدكتور مصطفى بولمجد من الناس العمليقة اللي الواحد اتعلب منهم كتير فهدول ده فلنا علم ولا فلنا خبرة كبيرة أوي بحيث إن إحنا ما بنخرج برة بنفتكر المواقف اللي هم عملوها معانا أو اللي علموها لنا ومع تلامزتنا دلوقتي بنحاول إن إحنا نبقى جزء من اللي هم علموا لنا بنعلموا لتلامزتنا المركز القامل بحث قدم لي إن أنا يوم ما قلت أنا المورينجة أنا عايز أعمل لها جمعية علمية مصرية المورينجة فكان مبادرة جميلة من الدكتور أشرف شعلان إن هو وافق إن يبقى فيه مقر للجمعية داخل المركز يعني لا ما ينفعش نكمل كلامنا إلا لما نتكلم على المورينجة وحضرك رئيس الجمعية العلمية المصرية للمورينجة وقلت إنه بقى فيه جمعية وفيه قسم وإحنا مش عارفين المورينجة دي المورينجة دي تمام المورينجة دي شجرة من أيام قدماء المصريين كانوا بيستخدمها في الطب وفي التجميل وفي التحنيط وفي حاجات كتير جدا واتنقلت في أيام التجارة بيننا وبين الهند مع أيام حد شبسوت إلى الهند وبدأت تنتشر في العالم كله وبدأت تندسر في مصر بعد كده في العصر الحيلي اللي احنا فيه أنا سافرت لزامبيا ضمن أنا عضو في الفاو في منظمة تغذية الزراعة من 1985 عضو في منظمة اسمها سيدة دي سويدية ودي كان بنخرج في رحلات علمية بندرس محاضرات للشعوب النامية إزاي يعملوا لأنا تخصصي إنتاج بزور خدر فكتنا بنعمل محاضرات ليهم بندفلهم وهما كنا بندفلنا بأمانة يعني كنا بنستفيد منهم قابلت المورينجا في زامبيا فكان أثرت فيها جامد جدا كان عندي صداع نصفي مزمن مدته حوالي 25-30 سنة كنت بأخذ مسكنات بس شربت كبايتين مورينجا تاني يوم أنا ما عنديش صداع لحد الوقت بادي 7 سنين يعني فتمسكت بيها قلت دي لازم لو أنا فردت فيها يبقى أنا فردت في حق علمي ربنا الدولي بر مصر وأن أنا لازم أرجع بيها مصري فرجعت مصر لزرعتها وبدور عليها لإطهة مصرية الأصل ومنشأ البري بتاعها جنوب سينة منطقة الطور وتم مدسارها في فترة ما بين 67 حتى 83 طب وإيه الأصل العلمي؟ يعني حضرت بتقول يعني أنا شربت المورينجا ما بقاش عندي صداع ممكن لأي سب من عندي ربنا كده يعني صعد تمام مسمىها في اليابان شجرة الحياة مسمىها في الطب الشعبي القديم بتاعنا فسكرة داود اللي هو داود الأنطاقي وابن البيطار عندهم اسمها الحبة الغالية نبات المورينجا يعني ليه سموها ميريكال تري لأن المطحون الجاف بتاع ورقة المورينجا فيه 27% بروتين ده مش موجود في أي نبات آخر فيه 7 أضعاف فيتامين سي اللي موجود في البرتقان وده طبعا مضاد الأكسادة ممتاز جدا فيه فيتامين اي بتاع النظر 4 مرات قدل في الجزر فيه فيتامين اي 3 مرات قدل في اللوز فيه بوتاسيام قدل في الموز 3 مرات اللي هو بتاع الزاكرة وتسبيت المعلومة والزهايمر ده ايه النبات المعجزة دا وفيه كالسيام 4 مرات عشان هيك العزم وششة الأزام والغضائف وكده 4 مرات قدل في الحليب وفيه 6 أربعين مضاد الأكسادة فيه حاجات كتير قوي اللي خلاها تتسمى الشجرة المعجزة واللي خلاها تنسج بيها ان انا جيبها معايا مصر ملقيت الجداول بتاعت التحجيل دي بتتعرض قدامي في محاضرة احنا برضو عارضانها هاي دلوقتي دا الجدول دا الجدول ايوه دا الجدول اللي بيقول ان ورقة المورينجا اللي على الشمال دي بتساوي كذا بتساوي سبع أضعاف وده شرط أجنبي مش مش احنا اللي عاملينه يعني هو على مستوى العالم طب حددت جبت بزور للشجرة جبت بزور بس مش جبت بالكمية اللي هي تناسب ان احنا نزرع مصر يعني انما انا جيت لقيت الحمد لله هنا في مصر حد قالي دا فيه 8 شجرات واحدة في الأرمان واحدة في محطوط على حتة ألمونية كده مكتوبة مورينجا بس فعاد الشرف دي ايه في جنينة الحيوانات في كلية العلوم جامعة القاهرة في معهد بحصة حراء كل واحدة من دول شجرة معروفة ان دي شجرة مورينجا بس هي بتعمل ايه محاد الشرف فالحمد الله كان ليه بس قويس النوم كانوا عارفين عارفين ان دي شجرة مورينجا بقى فضل ربنا علي ان انا اصريت وبحثت ودورت بدأت البحث من سنة كامل 2010 كان عندنا 8 شجرات احنا عندنا دلوقتي فوق المليون شجرة في مصر مليون شجرة يعني حضرتك جبت بقى بزور بتاع الشجر دا اللي هو عندنا في مصر وقترت منه لان الشجرة الواحدة بتنتج في السنة ما لا يقل عن 45 ألف بزرق فلو عندي شجرة انا ممكن ازرق منها 45 ألف شجرة يعني التمن شجرات دول برضو استخدمت منهم بزور اه طبعا طبعا اه اه خلنا منهم بزور وفارق بقى يعني البزور بتاعتنا او اشجرنا اه عن بقية الاشجر هو احنا عملنا تحليلات للمنتج بتاعنا لقينا عندنا مركبات كتير اوي في المنتج اللي عندنا في مصر ان الشجرة منشأها البري مصر او الظروف المناخية بتاعتها اللي هي انشأت فيها وهي مصر فلقينا مركبات كتير اوي غزائية من اللي في الورقة احنا اعلى من التحليلات العالمية الخارجية المنتج اللي عندنا هنا في مصر طيب فحداك جبت البزور وقدرت اتقطر وعملنا حاجة اسمها الجمعية العلمية المصرية المورينجا اللي احنا كنا لسه بصداد الحديث عنها دي مشاهرة تابعة وزارة اغضاء الاجتماعي من 2012 فيها دلوقتي مش اقل من حوالي 180 عضو او 200 عضو دولت مهتمين بزراعة المورينجا عندنا حوالي 85 باحث داخلين اعضاء في الجمعية بعد كده عملنا حاجة اسمها وحدة انتاج المورينجا مين اللي بيونتك طيب حدك قلت الرقم وصل لمليون مين اللي بيونتك مزارعين يعني عادين كده اغطاء خاص لوحدهم ولا طبع المركز لا 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 هو مش طبع المركز ليه مزرعة في النبرية زرعين فيها مساحة حوالي نصف الدان المورينجا وزرعين فيها مجموعة من الاشجار لانتاج البزور انما على مستوى الجمهورية فيه ناس بدأت تصدر فعلا برمصر المورينجا وفيه ناس بدأوا يعملوا شاي بكت فتلة وينزلوه للأسواق كعشب نباتي لانه لسه ما ترخصش او لسه يعني ايه ما تسجلش في المعهل التغذية اوه احنا قديني طبع مهمة جدا عشان بس يبقى ايه احنا باشيين في الكلام كده بنروج لحاجة مش علمية او مش خلاص علمية بس مفروض انه يبقى فيه موافقات القديم من وزارة الصحة سلامنا لحاجة ايش ر هكذا بنشением أنه انها عندنا ما هو مش متسجل في وزاره صحة وبنشربه الكمون عندنا ما هو مش متسجل في وزارة الصحة وبنشربه الليمون عندنا مش متسجل في وزاره صحة وبنشربه العطارها عنده مليون صام في اسجم انها مجفroz واحل ب وجgre stepping اقبط عن م Greenpeace ونشره اسمها عشبة طريب عشب طبيعي او نبات طبيعي انما الجم أقول انها مكمل غذائي 청ربي عشبة عشبة مرений وما يستخدمش ألا ما أخد ترخيص من وزارة الصحة يعني لو حدتك مثلا جات شركة وحطته في كابسول ده يبقى لا لازم وزارة الصحة لا يدهولي وقالولي ده مكمل غزاء أو دواء يبقى لازم وزارة الصحة وقدارة الصودالة يبقى يا إما سجلوا دواء يا إما سجلوا مكمل لكن أنا جيبوا بقى من سفور ماركت من عطار عشب براحتي ها زي النقناع زي اللامون جانزفيل زي البردؤوش كل دا لكنها لا تحتزل لكن العلماء برضى درسوا الأعشاد دا يعني مش بدقة الوصحات العلماء برضى ذكروا واشتغلوا على الموضات العلماء بتوعنا في مصرا ا pregnantاد مصريين وهم مذاكرين المورنجة العلماء بتوع العلم كله مذاكرين المورنجة وأنا في المركز قوم البحوث بقالي سبع سنين أنا منائش لحد دلوقتي تمام رسائل مجسر ودكتوراه طلبة بتوعي وطلبة مش بتوعي في الجامعات المصرية طب نشوف مع بعض تقرير عن الموضوع ده عن نبات المورينجا والعلماء اللي سجلوا ودرسوا طبعا نشوف مع بعض الحبة الغالية المورينجا المورينجا دي كانت أساسا مزروعة في طور في سينة من أيام قدامها المصريين وبعدين خدوها الهنود وابتدوا يزرعوها ونشروها على مستوى العالم وبتستخدم على نطقات كبيرة جدا مستخدم كعلاج تستخدم كالمقايا بتاعتها احنا كعلماء في الانتاج الحيواني بنستخدم المخلفات بتاعتها في تغذية الحيوان ممكن أنها تحسن من أداء الانتاج الحيواني بتحسن معاملات الهض بنضيفها بنسب بسيطة جدا من المخلفات بتاعتها بحيث أنها بتخلي القناة الهضمية بتاعت الحيوانات المقترة بتزداد وتخلي نشاطها يزيد ومعدلات النمو بترتفع وبتزود معدلات الانتاج الألبان في الحيوانات المدرر اللب احنا دلاتي بنبحث عن الطاقات المتقددة الطاقات المتقددة دي بتتمثل في المحاصيل الزيتية اللي احنا ممكن نعمل منها البايوفاول زي الجتروفة وزي الهوهوبة ومحاصيل أخرى الجتروفة من المحاصيل الواعدة في الطاقة وخصوصا ان احتياجاتها المائية مش عايزة المياه النقية يعني ممكن ناخد المياه الملحة والبركت ووتر في ثميتها نبات نبات ربنا خلقه ينمو طبيعيا له مميزات علاجية وغيزائية يعني اللي عندهم فقر دم يأكلوا مورينج اللي عندهم بعض الغازات ياخدوا المورينج فدكت نقطة الانطلاق ان احنا بقينا بنتعاول في العلم لخدمة المجتمع المصري وخاصة المناطق الريفية التي تحتاج كثير من العمل والبحث العلم قدم ولكن البحث العلمي لم يطبق على المستوى التطبيقي جوه جهات المستفيدة بظهرها اللي ما بيقول لهاش عد انا نقط بالمية خشبها اللي محدش عايزه بيستخدم له استخدمات اخرى اذا هي شجرة او نبات مفيد من البداية الى النهاية مفيش فيه جزء مفقول حتى ارن البزرة له قلف غزاء جيد جدا للحيوان يعني فلقينا كل المميزات فيه نزرع نتعاول نبني نحن وكل يوم بنرفع اسم بلدنا موسيقى تعالوا نكمل نشتغل اكتر واكتر ونجود اكتر موسيقى بي مصر بتتغير بييد كل واحد فينا موسيقى مصر بتتقدم كل يوم بينا علما من بلدي عام جديد على شاشة القاهرة موسيقى الشجرة المعجزة صديقة الأم صديقة الفقراء كمان زي ما قال دكتور اسماع الحبة الغالية المورينجا يعني احنا سمعين دلوقتي فعلا انها شجرة معجزة يعني الجمعية قدمت ايه طيب بما انه في الجمعية انشئت وعملته شغل وصل الشجرة ديت بقت مليون شجرة يعني ايه تطورات هو المورينجا تمام بتتزرع بطريقتين لغراضين مختلفين يعني اما زرعها كسيفة بين النبات والاخر 15 سنتي وبين السطر والاخر 40 سنتي وده بحصل من الفدان الواحد على حوالي 40 الف نبات وبزرعه بالبزرع بعد 3 شهور بيبقى ارتفاعه متر بنبدأ نحشه زي البرسيل عشان ناخد منه الاوراق بتاعته يتعامل منها الشاي ويتعامل منها القراص ويتعامل منها الكابسولات ويتعامل منها كل الشغل بتاع الاوراق اللي هو المغزي او اللي احنا قلنا عليه وبقية النبات نفسه لاغصام بتاعته دي بتستخدم اعلاف للمواشي بتزيد من انتاج الحليب في المواشي بنسبة 30% حليب بتزيد من انتاج اللحم بنسبة 45% عن الاعلاف العادية بالاضافة الى ذلك متسميه الريزر بتاع العناصر التقيلة او الاستيكا التقيلة فبتمسح لكل العناصر التقيلة اللي حصل بيها بسببها تلوث في جسم الحيوان تاني حاجة انها من ضمن المضادات الاكساد العالية اللي فيها والفيتامينز وكده بتقللي عملية استخدام المزارع للمواشي بتاعته عملية التحصينات والادوية اللي هو بيديها ما بيبقاش محتاج يديها اولا طب زراعتها مكلفة دكتور ما برضو يعني نقول انه فيها كل هدي الفوائد يبقى سهل او مفروض ان احنا نعمل كده ونبدأ لزراعتها ربنا سبحانه وتعالى يصرها وبعدين ده هي كمان ده بتتحمل الجفاف بتتحمل الحرارة غير محبة المياه يعني هزو كمية الليلة المياه الملحة ممكن تزرع فيها عادي يعني فين الاماكن يعني البيئة الزراعية ممكن تبقى موجودة احنا اه فين حتى يعني دلقى نصيحة اه من اسبوعين احنا كنا في ندوة مع الدكتور عادل بلتاجي عن المليون ونص فدان وتم ادخال ضمن التركيب المحصول المليون ونص فدان دخلنا نبات المورينجا كمان هي ازرع في المناطق اللي فيها نضرة في المياه والمناطق اللي هي الصحراوية زي مناطق الوادي الجديد والضبعة والظاهر الصحراوي للمينيا دخلنا مساحات من التركيب المحصول يبقى مزروعة بالمورينجا لان المورينجا مش محتاجة مية كتير مش محتاجة مية جودة بتاعتها عالية اه الفايدة الاقتصادية بتاعتها عالية لدرجة ان منظمة الاغذية والزراعة والفاو كانوا بيساعدوا الدول الفقيرة في وسط افريقيا اللي هو عندهم مجاعات بالمال لا دلوقتي عادوا بزراعوهم شجر مورينجا في بلقاتهم بحيث ان هم يستفيدوا منه كصحة او علاج لبقص التغذية وكغذاء في نفس الوقت طب حددك مستكمل محصولك البحثي الخاص بالنبات المورينجا ولا كلا خلاص احنا عرفنا قد ايه انه ليه مميزات وتم زراعة مليون شجرة خلاص على كده لا لا انه الجمعية الحمد لله اي مبدورها اللي هو الارشادي كويس جدا بالنسبة لمزارعين المورينجا طول الوقت المزارعين بدأ يبقى فيه بوادر من شركات التصدير انها تبدأ تجاهز كميات من المورينجا وتصدارها برا احنا لو زودنا التصدير هتعود علينا بعملة صعبة كويسة لو عملنا تصنيع هنرفع القيمة الاقتصادية بتاعت المنتج بتاعنا كمان بالاضافة الى ذلك احنا تم تمويل تمويل مشروع للمورينجا من صندوق دعم التكنولوجيا في اكاديمية البحث العلمي وده حاليا الفريق البحثي بتاعنا حوالي واحد وخمسين عالم واحد وخمسين عالم بتخصصات مختلفة في الطب في السيدالة في الطب البتري في الزراعة في الصناعات الغذائية في النسيج تلاوس الماء والبيئة كل الشعب دي والتخصات دي كل واحد بيشتغل في تخصصه على الموضوع اللي هو يظهر قيمة المورينجا في الجزئية دي يعني في عندنا ابحاث على علاج السرطان بالمورينجا علاج تلايف الكبد بالمورينجا علاج السكر بالمورينجا ده بقى لي دعوة بالدراسات وابحاث كل دي ابحاث لسه يعني مشكلام في اه والبحث الما بيخرج بيتم نشره في مجلات علمية فهو برضو يعني في اطار الابحاث لكن ما خرجش بحث بيقول كده لا هو البحث خرج لا البحث خلص على الحيوانات الصغيرة على كده انما على الانسان احنا لسه ما بدأناش شغل الانسان احنا بنكلم عنها انما على الحيوانات الصغيرة بتاعت التجارب تمت الابحاث دي واتناشرت في مجلات علمية العالمية وما زلنا مستمرين في شغلنا في الابحاث بالاضافة لذلك احنا بنتستخدم المورينجا في حاجات تانية مش لازم يكون كلها علاج وامراض وكده احنا شعبة النسيج عملوا نانو تكنولوجي بالنسبة للمورينجا وحاقنوها في الخيوط بتاعت النسيج وعملوا روباط جرح او الروباط الضغط ده الروباط القيجة معقم طول الوقت بالمورينجا وكتبنا وقدمنا بها بارات اختراع السنة اللي فاتت بالنسبة للروباط الجرح ده عملنا مبيد طبيعي او مبيد بديل للمبيدات عشان ما نقولش مبيد يعني وبترشع النباتات بيقاوم الامراض بدل ما نروش عليها مبيدات ونتسمم احنا احنا بنروش المورينجا بطريقة معينة وبنقاوم به الامراض فريق بحثي من علماء المركز القومي البحوث ولا لا فريق بحثي فريق بحثي موجود وموسك في الاكاديمية لا انا مش قصدي الموسك يعني تخصصات كتيرة تخصصات المركز القومي البحوث احنا نحن عندنا عالماء وشغالين في كذا مجال كمانا 14 شعبة احنا منهم 9 شعب دخلين في فريق بحثي واحد ومعانا كل الطبي بيتها لجامعة الكهيرة ومعانا ما عدت يدور بالعرس وكلهم 51 باحث شغالين كلنا عن المورينجا الحمد لله عندنا فيه برقة اختراع تالتة تقدمت السنة اللي فاتت على ان شعبة الاسنان عملوا من المورينجا ماوس ووش او مضمضة بتاعت الاسنان وعملنا بها برقة اختراع وتقدمت برضو في اكاديمية البحث العلم فيه 3 برقة اختراع متقدمين من شغل المورينجا سنة الماضية ومازلنا مستمرين في الشغل يعني مش هنقف ان شاء الله طيب يعني برضو عشان انا النواطن اللي عزي كده بيسمعنا مش متخصصين فهيمدهروا طبعا بالكلام ده ويدوروا على النبات المورينجا تمام هو شكله ايه ليه ريحة عشان برضو ايه ما رحش اجيب المورينجا وحد يديني حاجة هي خطايا خالص يعني فلاش زعب المورينجا عشب المورينجا وكمان احنا في عندنا بادرة امل وخير ان يبقى بندى اللي بيجي لنا المركز بنديله بزور مجانية مش لازم يكون هيشتريها يعني بحيس نفسي متمنى ان قدام كل بيت في مصر يبقى في شجرة مورينجا مش عايز يبقى في بزنس مورينجا انا عايز يبقى كل اسرة بتستخدم مورينجا انما مش لازم ابدا يبقى في بيع وشراء انما ممكن نزرع من حصيل مساحة كديدة هتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد هو ممكن ياخد منها ورق بعد ثلاث شهور يعني يزرع بزرة المورينجا في شهر اربع او في خمسة في شهر ثمانية يبقى عنده ورق يقدر يعمله شاي والشرب وهو من بيته من مزرعته او من قدام بيته كده برحته يعني فاحنا ممكن بنساعد الناس ان انتيها بزور وانا اي ندوة بنعملها في القصر في البدرشين في بلاد تدير وزي ما حالك قلت بتستحمل اجواء مختلفة؟ اجواء اه بتستحمل حرارة لحد 48 درجة مائة وفي الزل بتتحمل جفاة لكن البرودة رأة؟ البرودة اللي هو زي ما احنا الايام دي ماشي ماشي مشكلة السقيع لسنو ده ممكن يحرق النبات وده مش عندنا تحصل لا مش السقيع بس مثلا المناطق اللي هي الزراعية في السحل الشمالي برج العرب عندنا في اسكندرية السحل الشمالي ناس كتير زرعية فيها زراعات كتير لحد ماسا مطروح زرعين المورنجا لحد اسوان زرعين المورنجا انا ودت شتلات في حلايب وشلتين ودت في جنوب سيناء وعندنا المشروع بتاعنا على فكرة ده مسمى تعمير سيناء بنباتات المورنجا طيب ده اللي هياخد بزور لكن انا قصدي اللي هيجيب كده العشب ده العشب او النبات ليه شكل او ريحة مميزة بيبقى؟ هو ممكن يبقى ريحة الملوخية شوية كعشب يعني ليه ريحة او ريحة الملوخية شوية والشكل او اللون اللون اخضر عادي طيب يعني هو ده يعني على الشاشة بس ده صورة طبعا من دقييد دي الشجرة اه هتبقى معروفة اوي بالنسبة للمواطن انه لو رايح يجيب المورنجا دي لو هو دخل حد دخل على النت وكتب كلمة مورنجا عربي او انجليزي هتبع له آلاف الرؤى بالنسبة للمنتجات وبالنسبة الاوراق طيب فاصل ونرجع لحلقتنا مرة تانية سعدني ان انا اهني كل المصريين بالعام الجديد محمد فهني طلبة نقيب العلميين احب ان انا اقول لمصر كلها من كبار علمائها لصغار اولادها كل سنة وانتوا طيبين المصريين يجمعون الوطن بحث واحد فاد الدنيا كلها الناس يتفتكروا طول عمرها احنا عايزين نطلع ابحث احنا لنستفيد بيها ونطبقها فعلا على الفيلب ونطبقها فعلا عمليين بحث العلمي ليس طرفا ولكننا لا نتحمل طرف الا نأخذ بالبحث العلمي الحقيقة حاجة من الحاجات اللي بتنقصنا في حياتنا اليومية الدقة والمهنية في العمل والاهتمام بالعمل الجودة في العمل ده موجود مفروض يكون موجود مش بس في العلم وانما موجود في جميع نواحي الحياة الاخرى والاعلام عليه دور كبير جدا في توصيل هذه الرسالة الى المجتمع وتستمر رحلتنا معا ننعم بنور العلم وبهجة المعرفة حتى يتحقق الامل الحلم في غد افضل يستحقه كل انسان يعيش على ارضنا الطيبة علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم الى منظومة علماء من بلدي موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة دكتور ابو الفدوح يمكن اشتغل في مشواره البحثي والعلمي على اكتر من محصول اتكلمنا على الطماطم اتكلمنا على المورينجا والحقيقة يعني في حاجة برضو عايزين نعرفه حتى لو بشكل سريع سن الفيل اه توم الفيل احنا عندنا انا كن من ضمن رحلات او سفريات يعني الحمدلله سفرت كتير فكانت الرحلة بتاعت امريكا كانت متقطعة من اربعة وتمانين لحد تلاتة وتسعين الحمدلله قابلني فيها نبات توم محطين راس التوم الوحدة في علبة بلاستيك زي علبة بلعب الاطفال كده ومعلقينهم فانا اتبهرتي يعني صوب محل كبير بتاع الناس اللي همه الهاي يعني مش الناس العاديين يعني اسمه لقي فانا كنت بدخل اتفرج فيه بس ما كنتش باشتري يعني فماشتريش منه غير هو توم الفيلدا يعني اشتريت منه راس توم اربع فصوص باربع دولار ايام كان سنة تسعين يعني فانا فالزميلي قال لي كان من جامعة لازهر قال لي لا انا اعمل بايه ده احنا بنشتري الباوند التوم باثنين دولار انت اتجيب اربع فصوص باربع دولار فانتطلو لا انا عايزهم انا عارف انا اعمل باهم ايا فجبتهم وجيت مصر هنا زرعتهم طلع منهم نباتين سنة التسعين بقى راسين توم بدل راس التوم اللي انا كنت جايبها استمرت في الاكثار بتاع الفصين التوم تول حتى الفيلدا توم الفيلد حتى سنة الفين انا عندي حوالي عشرة طن توم فيل في مصر وده يمكن اول مرة يتزع بفضل ربنا وزعت منهم على قد ما قدرت ابتقاء مرضات وجه الله لان انا ما صرفتش عليهم بامانة من جيبي للاكثار يعني انا كل اللي جيبتوا هم التوم وبعد كده كان بيساعدنا في مركز بحص زراعية للاكثار في منطقة اسماع البوسيلي فبقى عندنا كمية كبيرة منه حوالي عشرة طن بدأ نوزعها مع المزارعين ومميزات التوم الفيل انه هو الفص الواحد بيزن 24 فص من التوم البلدي يبقى انا ممكن في الطبخة استخدم فص ونص عشان كده فهمت يعني اعمل اقول مش عارف حتى حفظ الاسم يعني اه التوم الفيل يعني انه حاج مكبير حاج مكبير قد 24 فص من التوم البلدي نمرة اثنين انه هو لا ما بيزرعش ما بيفرغش على مدى اربعة اربعتاشر شهر يعني الحد ما طلع المحصول بتاع السنة الجاي وبعدين بشهرين انا ما زال عندي التوم بتاع السنة الفاتت سليم كويس يعني المصانع يعني لازم تستخدم التوم الفيل ممكن المصانع تعمل تكفيف وتعمل كذا من التوم الفيل احنا بدأنا نشتغل عليه وقطرناه وموجود دلوقتي في مزارع ناحية اسكندرية بس بتمنى ان احنا يبقى فيه عندنا مساحات كبيرة او مزارع كبيرة تهم بزراع التوم الفيل لاستخدامه حتى في المصانع يعني مش لازم للبيوت يعني يعني طبعا بنشكرك جدا دكتور ابو الفتوح على مسارتك العلمية بنشكرك جدا على وجودك معنا شرفتنا ونورتنا ومشاكرين جدا احنا بنشكرك جدا عزيزي المشاهدين بشكركم في النهاية وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برناماتكم وعلماء من بلاكي موسيقى فيها حاجة حلوة حاجة حلوة بيننا حاجة كل مادة تسين زيادة فيها اننا فيها نية صطية فيها حاجة تابية حاجة بتخلك تدبت فيها زنة زنة موسيقى تقيلة العزرية في مصر ونبعنا قبلية في مصر مولد السيدة والذكر والحصاب وربعتين برقة بسيدة نفيزة المشي عالكرديش والبرقة بلقمة عيش فرح بلد اللي نتحن موسيقى موسيقى